في أجواء احتفالية قرروا العودة إلى ديارهم بعدما دفعهم الخوف من تنظيم داعش المتطرف إلى رحلة نزوح طويلة ومحفوفة بالمخاطر قدتهم إلى المخيمات المنتشرة في الأراضي الجنوبية حيث يسود نوع من الاستقرار إلا أن الوضع في مجمله ليس آمنا عملية نظمتها منظمات إنسانية لتسهيل عودة مئات العائلات النازحة إلى محافظة الأنبار غادت تحرير المنطقة من قبضة تنظيم داعش بشكل شبه كامل فهذا حملنا غراضنا لنرجع المحافظة الأنبار توفر الأمن والأمان إن شاء الله بها مغادرين الأهل نغاد إن شاء الله وماكو غير الخير والاطمئنان المناطق تحررت بدأت الخدمات تعود شيئا فشيئا ورجوع العوائل سيدعم استقرار هذه المناطق بعد شهور من نزوح دموع فرحة العودة إلى الديار ولقاء الأهل تمتزج بالقلق فبعد تحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش المتطرف المشهد لا يزال ضبابيا في الوقت الذي تستمر فيه القوات العراقية في محاربة آخر جيوب تنظيم بالمنطقة ميدانيا سجل الجيش العراقي عدة مكاسب ضد مقاتلي داعش شرق الرمادي حيث تستمر الاشتباكات بين هذه القوات وآخر مقاتلي تنظيم بالمنطقة يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه مصادر من الجيش العراقي أنباء عن توقف عملية تحرير الموصل المعقل الرئيسي لداعش بالعراق حيث أكدت ذات المصادر أن عملية التحرير محافظة نينوى مستمرة على جبهات القيارة والشرقات جنوب الموصل ترجمة نانسي قنقر